بعد تعادل الخضر مع منتخب سيراليون تعرض المنتخب الوطني إلى انتقادات كثيرة ليخرج وزير السعادة في ندوة صحفية ليدق على صدره ويحمل نفسه المسؤولية على هذه النتيجة ويتأسف للشعب الجزائري النتيجة التي لم تعجب بالماضي وأشعرته بالأسى لم تكن بالخسارة بل مجرد تعادل لتتم الجزائر 35 مباراة دون هزيمة لتعادل إسبانيا والبرازيل لم تعجبه النتيجة لأنه عودنا على الفوز والتعادل مع الجزائر أصبح خسارة لتعنون الصحف وتعلق القنوات في شتى مواقع التواصل الاجتماعي تعصر المنتخب الجزائري في حين شهدنا سعادة لم تسع منتخب سيراليون هذا إن دل على شيء فهو يدل على قوة المنتخب الجزائري لأن التعادل معه سعادة للخص وتعصر له حيث ظهر وزير السعادة في هذه المباراة بوضع لم يحبته الشعب الجزائري وقالوا بصوت واحد ارفع رأسك يا بالماضي لا يهمنا الفوز بقدر ما يهمنا أن نرى ابتسامتك نحن معك وفي ظهرك حتى لو خسرنا فنحن معك ظالم أو مظلوم وحشك أن تكون ظالم وأنت الرجل الذي ينطبق عليه مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب رجل عنوانه الأخلاص هدفه رفع الراية الجزائرية ولا يهمه شيء غير مصلحة الفريق بحيث أن جمال بالماضي اختار المنتخب الوطني بعد تدريبه في قطر رغم أن المبلغ الذي كان يتقاضاه في قطر ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في الجزائر فحبه لوطنه وحرصه على رفع الراية الجزائرية عاليا جعل الشعب يعشقه لأنه صنع سعادة الجزائريين وأرجع للكرة الجزائرية كبرياءها وهذا ما جعل الشعب يعشق الكرة كبارا وصغار نساء ورجال ليسأل بالماضي عن كيفية اختياره للعبين فأجاب أنا لا أختار الخبرة فقط فأنا أختار من يلعب بقلبه وقدمه في آن واحد أختار من يلعب من أجل الفوز ليرفع الراية الجزائرية لا من يلعب من أجل الفوز وكفاء اشتركوا في القناة